تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء من حسم صفقة عبدالله السعيد لصفوف القلعة البيضاء قادماً من فريق بيرامدز وتأتي تلك الصفقة ضمن صفقات الزمالك لدعم خطوط وصفوف القلعة البيضاء خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري ويرغب نادي الزمالك في تدعيم صفوفه خلال مركات يناير الحالي لإعادة الأمجاد والعودة إلى البطولات ومنصات التتويج من جديد ووقع عبدالله السعيد على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم بينما سيتحصل عبدالله السعيد على مبلغ وقدره 12 مليون جنيه مصري على الموسم المتبقي مع الفارس الأبيض وفي حال استضافة سنة جديدة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك سيزيد راتبه سنوي إلى 13 مليون جنيه مصري ما التوقعات لمسيرة عبدالله السعيد مع الزمالك؟ هل سيحقق نفس نجاحاته مع المارد الأحمر؟ أم سيكون لعامل السن رأي آخر؟ ترجمة نانسي قنقر